موسيقى ورجعت الكويت موسيقى 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 هي الكويت هدوء وعشق لا ينتهي نهارها عمل وليلها أمل دون أن يكون لأهلها حذر من كابوس مجاور حيث الليل حلما يعقبه استفاق للحياة لكن ليل الثاني من أغسطس من عام تسعين لم يكن ليل سكينة أبدا كان جار السوء قد رمى وراء ظهره كل معين الأخوة والجيرة والقيم النبيلة وجاء يسعى كأفعى امتلأ نابها بسمومة ليلة سوداء انتبه الكويتيون في آخرها على دوير صاص الخيانة كان ميثم حسين المولة شابا كويتيا عاشقا للوطن مبتسما للحياة وقد تعود أن يرفع علم الكويت خفاقا في محافل العالم الرياضية إذ كان رياضيا من الطراز الأول فهو نجم منتخب الكويت لكرة الماء وقد صدم مثل أقرانه من الشباب بغزو صدامي عفلقية لم يرعى للجوار حرمة حين يفقد الإنسان وطنه فإنه يفقد كل الأشياء الجميلة ويفقد الحياة لم يتوقف ميثم عن الحركة طوال الأيام التي عاشها تحت وطأة الغزوة وفي حكم الغزاء لأنه كان يرى الوطن عيونا باكية وقلبا جريحا ميثم استشهد عمر 21 سنة طالب في كلية التربية الأساسية في قسم الرياضة البدنية استشهد أن تم القبض عليه يوم 28 سنة في مانية 1990 واستشهد تاريخ 15 عشرة 1990 نفس ظل الشهيد طبعا 45 يوم في الاعتقال اعتقل بالأحمدي مع أصدقاء اثنين من أعضاء المنتخب الكويتي لكرة الماي كانوا لاعبين كرة الماي منتخب الكويتي تم اعتقالهم في يوم الخميس في الأحمدي رايحين يطوعون في قسم الأطفاء عند صاحب صديقهم وليد الله يذكره بالخير وليد المشوطي وتم اعتقالهم في يوم الخميس هذا مايا هنا عندنا مايا البيت فظلينا طبعا ننحاتي طبعا ليل ليل يوم الثاني مايا ما داشل رحنا احنا درينا النبي راحي لحمدي رحنا تحريت أنا مع أخوي الثاني شخيخ طالب رحنا لحمدي لما نسألنا عن سيارة هوندا وكذا يقال إيه تم القبض عليهم على ثلاثة شباب هؤلاء الشهداء الذين يتخذهم الله سبحانه وتعالى كما يجتب الرسل يتخذ من الأمع الشهداء ليس من الضروري أن يكونوا قد قتلوا في سبيل الله بل قد يكونوا من أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتظر وما بدلوا تبديله ولكن في القرآن هناك مفهوم آخر يكاد يتطابق مع المفهوم العرفي للشهادة وهو مفهوم من قتل في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ لذا قرآنيا قد يصح أن يقال كل من يقتل في سبيل الله فهو شهيد ولكن ليس كل شهيد يكون قد قتل في سبيل الله بالضرورة نحن في الكويت أصبح لنا ميزة تكاد تكون نادرة أو غير موجودة ضمن المزايا التي تعظى بها المجتمعات القريبة هذه الميزة هي قيمة الاستشهاد وقيمة التضحية للوطن الآن المجتمع الكويتي لديه هذه القيمة هذه القيمة يفترض أن نحن كمجتمع سواء حكومة أو برلمان أو رجل شارع يفترض أن يكرس هذه القيمة ويتعاطى معها بالشكل الصحيح لما صار الغزو شوية حتى قبل الاعتقالات كان يقول لي كلمة صبر أمي أبوي أقول لي ايش تاب تسوي ايش تابي هذا ايش أقول لا تب مالك شو فكان في حركات عنده بوادر بس كان ما يقول أنه أنا بالمقاومة أو ما كان أنه عنده أيش يعني علاقات مثلا أو تصرفات غريبة كنا ما يبين لأنه ندرينا عن طريق أصدقائه يعني قبلها كان يتبادلون بالأسلحة يبون السلاح تعلم بداية الغزو كان ما في يعني أي أي يعني ريبة في الأمور في قضية المقاومة أو ما كان نسمع كان بدايات هذه كان ما في هل الشي بس كان في حركات كان أذكر والله صديقة حسن مهنة صديقة الدكتور الحين أذكره بالخير الدكتور عبدالله الشمسة كان يتبادلون ويدربون أيام يعني أيام الغزو كانوا بالبيت عندنا يدربون سلاح ما سلاح كان هنا طبعا أول بدايات الغزو الغاشب هذا بس كان يعني ما كنا شي يسوي بالليل أو وين يروح وما يدري طبعا هذا طالع بعدين تالي بعدين دارينا يعني خاصا بداية التحرير وبداية هذا كانت الأقاول تطلع لما كان في البغداد لنا اعتقلوا ودوا لبغداد من بغداد ودوا إلى شسمه سجن المركزي هناك تصلوا علينا أذكر يوم السبت كان دقوا علينا تلفون قالونا ولدكم ترى موجود وأنا شلت التلفون وتقدر تزورونا وتوبوا لها غدا وتوبوا لها أكل عساس من المتة يوم الاثنين ساعة ستة الصبح يوم الاثنين حسب الموعد والله سمعنا طلق نار عند الباب سمعنا طلق نار احنا قلنا مثل اطلاق النار العادية اللي نسمعها في يوم اياه الوالد الله يرحمه طلع شاف عند الباب بس على طول مسكو الجيران والله اذكره واخر الله يرحمه سعدون سعدون البدر جارنا وعيال البنديري اللي ينصوا وكانوا مسكو ما خلوا كانت هنا وطع العين من صلاة الصبح فشافوا سيارة العراقي او آلات العسكرية تديش الفريج معنا فعطلوا سكروا الفريج اثاري طلقتين وحدهم مشوا فاحنا طلعنا شفنا طبعا انا شفت الموقوف وشي ما بيأ ذكرى شي محزين شوفوا طايح وكذا وهذا خلال هالفترة طبعا لمن رحنا احنا المستشفى الاميري كان سايق الاسحاف العراقي كان يقول لنا اذا سألوكم لنا في السؤال المشكلة ما تقدر ترفع الجثة يعني تشيلها الا باذن من قائد المنطقة قائد المنطقة اللي ماسك منطقة الشعب لازم تأخذوا ورقة منه يحقق معاك يعني فهذا قال لي السايق الاسحاف كان يقول لي اي شيء يسألونك يقول ما ادري ما اعرف وانا اتفاجأت يعني ما ادري فالتحقيق لمن يوم يحققون يعني تشنا اخوة ما سوي شيء طبعا يحقق يقول لك شنو انت علاطك مع المتوفي هذا اقول له والله هذا اخوي تشك في احد ان قاتله وتشكهم ونفسهم طبعا انا اقول له لا والله ما اشك ما اشك باحد يعني تتهم احد طبعا هم لازم يسجلون القائد المنطقة يسجل عساس انه يسمح لك انك تشيل الجثة وهذا طبعا احنا شلنا الجثة يعني بعد خلصنا الاجراءات هذه ودنا المستشفى من المستشفى للمقورة الاخبار تطلع بعدين من صار التحرير طلعت وايد اشياء مثلين انه والله الشهيد عبد الحميد خريبوت استشهدوا بحضن ميثم في مغداد من التعذيب فلما يا ميثم يا الكويت يا من يا ابو عساس حميد اعدام ما اعدام فهو بلغ الشباب الكويتين اللي كانوا موجودين قال لهم ترى الشهيد عبد الحميد استشهد في بغداد اذا انا بلغ طلعت حقيقة بلغ اذا ما طلعت انتو بلغوا اهلا فكانت الاخبار تطلع بعدين بعد التحرير اللي يو الشباب يذكرون انه والله ميثم كان معانا في المعتقل الخارجية كان في معانا معتقل في مجمع بيبي وكنا مع بعض وطلع وهذا واحنا طلعنا وكان اخوة من نوع اللي يقولون القصص يعني عنه ممكن هالقصص ممكن عن ناسيها يعني انه كان وايدي ناشب الجيش العراقي في ذاك الوقت ينرفزهم داخل وكان فهذه علاقته الشهيد اما بعلاقة الرياضية دخل المنتخب احنا كنا نلعب كرة ماي كلنا كنا نلعب ليه 87 كنا فريق تضامن وكان صغير اصغر منه احنا احتزلنا في 87 لما انتهى الفريق مالنا شوية خذوا ميثة من نادي ودخلوا المنتخب في 85 و86 خذوا المنتخب وقت الاعتقال اذكر اثنين لازم اذكرهم لاعبين ويان فيصل الحساوي وخالد الشواب هذول كانوا معا في وقت الاعتقال بعد يومين هذول اطلعوا لما اطلعوا قلنا لهم سألناهم يعني عن ميثم كان يقول ميثم اعترف على نفسه وقال ان ربعي ما نمشغل والسيارة هذي سيارة طبعا هو السيارة كانت باسميانا سيارتي انا بس هو كان يستخدمها فهذول يطلعوا وبعدين شفناهم بعدها لما نيو عزوا ميثم في اثناء استشهادة فبلغونا يعني اللحدات اللي صارت في المعتقل والتعذيب اللي تعذبو اللي تعذبو في سجن الأحميدي وغيره وهذا ودوهم الى مدرسة بالرقة فالحالات هذي كانت طلعت بعدين يعني تزيدنا شوية من شوية شجاعة تعطينا تعطينا بعض النخب وتعطينا الأكثر هو الحزن على أخوك يستشهد وكذا وذكريات حلوة قضينا من أهم صفات العدو الذي يجب جهاده هو أن يكون معتديا وباغيا مبتدئا بالتجاوز والعدوان كما فعل قابيل مع أخيه هابيل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وكلام هابيل لا يعني أن لا يدافع عن نفسه وإنما بمعنى إن استخدمت يا قابيل إن استخدمت قدرتك بصدت إلي يدك اليد بمعنى القدرة في القرآن يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق أيديهم لئن بصدت إلي يدك لتقتلني إن استخدمت القدرة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى في الاعتداء والبغي علي فلن أستخدم هذه القدرة في الاعتداء والبغي عليك وإنما سأكتفي بالدفاع عن نفسي فقط أسر الشهداء لا يبحثون عن مادة ولا يبحثون عن تعويض مادة لا هم عندهم القناعة الكبرى إن الكويت تستحق أكثر من أن يقدمون أبنائهم ولكن أيضا أسر الشهداء تتساءل لماذا يعني الشهداء وأبنائهم أو أبنائهم الشهداء يعني محرومين من التكريم أسر الشهداء تتساءل لماذا لا يوجد نصيب من تسمية الشوارع لشهدانا؟ أسر الشهداء تتساءل لماذا تخلو مناهج وزارة التربية من سير وأسماء أبنائنا؟ وصير الشهداء تتساءل لماذا يعني لا يوجد مثل ما قلنا قبل شوية أعمال أدبية وأعمال سينمائية لماذا لا يوجد متحف؟ موسيقى تعود الشهيد ميثم أن يرى علم الكويت خفاقا عاليا يعانق السماء ويحاكي النجوم وكلما حقق بطولة رياضية في المحافل الرياضية كلما زاد اعتزازه وفخره بأن يرى علم بلاده مرفرفا في الأفق وحين اشتاح الغزاة أرض الكويت ودنستها أقدامهم كانت أولى مهامهم وباكورة أعمالهم الدنيئة منع العلم أن يرتفع فهو رمز لوطن مستقل وشرعية حاكمة وشعب حرة وأغيب هذه المعالم تغييب لكيان متكامل ولم يستطع الشهيد ميثم أن يحتمل اختفاء رفرفة العالم من سماء الوطن وحين ألقي القبض عليها كانت تهمته أنهم وجدوا في سيارته منشورا يطالب المواطن بالتمسك بشرعيته ومع المنشور وجدوا علم الكويت الذي أنزلوه من السواري يخفق في قلب الشهيد ميثم الذي لم يتعود على فراقه فوضعه في سيارته وبيته وقلبه ليموت وهو عاشق الوطن الشهداء الشعب عندنا مثلا الله يرحمه الشهيد مشعل الخليفي السشهد وعندنا الله يرحمه وليد اسماعيل الراشد عندنا بدر القطان عندنا ميثم المولي هذول من الشهداء أربع الشهداء اللي كانوا في المنطقة عندنا يعني وطبعا كل واحد طريقة استشهادة واعتقاله يختلف عن الثاني كان من الطبيعي جدا أن يرد الإنسان الاعتداء على أرضه وبلده وهذا ليس بحاجة إلى تلقين وتثقيف من يعتبر أن بلده هو بيته الكبير هو بيته الكبير فكما يدافع عن بيته ويتصدى لمن يريد اقتحامه عنوى هو كذلك يدافع عن أرضه وبلده الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين تكملة الآية بالغ الأهمية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قاوموه وارفضوا وجاهدوا بمثل ما اعتدى عليكم ولكن شون تكملت الآية واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين يعني طالما أنتم لا تتحولون إلى معتدين إلى بغاة إلى من يعتدي بأكثر مما اعتدي عليه لأن في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا جمعية تم انشاءها في عام 1998 بعد ما كان هناك حاجة ملحة إلى وجود أو دخول أهالي الأسرة في عملية تحديد مصير الأسرة التي تم أسرهم بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشر أهالي الأسرة كانوا قلقين وكثيرين الحسرة على أبنائهم والدولة أناطت بقضية الأسرة إلى جهة حكومية وهي اللجنة الوطنية للشؤون الأسرة والمفقودين ولكن هذه اللجنة كانت لا يوجد فيها تمثيل بمعنى التمثيل الكبير من أهالي الأسرة ولذلك تداعوا أهالي الأسرة إلى التحرك شعبياً ومن خلال مجلس أمة في تلك الفترة وتمخذت هذه التحركات بتعاون حكومي وبرلماني بإنشاء الجمعية وإشهارها في 1998 أول شهيد في المنطقة اللي علم هو ميثم في المنطقة الوحيد اللي أبوه في المنطقة عدموه عند الباب قتلوه عند الباب أم الباجي ربعاً يوم الرفاة مالوتهم طلعوا أخبارهم بعد التحرير يعني بعد السقوط صدام حسيني وبداية الغزو شنو سوينا شنا الإعلانات العناوين اللي موجودة بالشوارع شناهم عساس خفنا إن عندهم البعض ليش عندهم عناوين عن ربعنا أو أهلنا أو جيراننا خاصة العسكرين يدورون عليهم الأهالي والبلدية حتى البلدية كلهم كل منطقة يعني بالكويت أهاليها هما كانوا دولة بذاتها دولة نظامية سياسية كانت اجتماعية كانت اقتصادية كانت رياضية كنا نلعب كرة بعد بالبراحة عندنا في ملعبنا كنا نلعب كرة نستانس يعني ش نسوي القاعدة وبالليل قاعدة عندنا بس طبعا عندنا حضر التجول كنا ما نطلع حضر التجول هذا يعني كنا يعني خلاصة أهالينا يخافون علينا أكثر ما نحن نخاف على نفسنا يعني في كلمة قالة حق الوالدة أذكرها فقال لها يوم الأيام تبتشوفين يبدمي عند الباب بس لا تبتشين أنا شهيد هذه الكلمة طبعا ما أنساها حتى قلتها لا تقول حق أمه تجريه قال أنت صبرها يعني تخيل أخوه صغير يكلم أخوه العود إنه بدال لا أنا أصبر أو أنا لا هو الصغير هو اللي قاعد يصبر نحنا كلنا فكان عنده أشياء يمكن كان بالمقاومة بعدين نراينا طبعا ندري ومكان يطلع ويدش بس كان ما يقول ما يتكلم كنا يخاف علينا طبعا نحنا طلعنا من منطقة الشعب بعد استشهادة رحنا منطقة بيانة فقعدنا هناك ليه التحرير لما صار التحرير طبعا يقولنا جرائد أو أنه أخبار يعني جرائد كانت يقولنا من الصحب الخليجية أن يذكرون اسم ميثم يذكرون اسم الشهيدة منطقة بزرد أنه في هاليوم جديد صادف كذا الحكومة بعد التحرير طبعا ما قصروا معانا طبعا يو الحكومة الله يرحمه الشيخ جابي قام في تعزيتنا عز بيت بيت شهيدي ومكتب الشهيد لا يزال يعني يقدم مساعدات حق فترة الله يرحمه الوالد أو فترة لا زالت مع الوالدة خدماتهم مستمرة في خدمة مثل أسرة الشهيد إذا كان الشهيد أعزب وإذا كان الشهيد معه لا أولاد وكذا فالأمور كانت محزنة في ذاك الوقت يعني هو شيء مؤذر وإن شاء الله لا يعود تلك المأساة على الكويت وعلى أي بلد عربي كان فضية نقلة الشهيد من البيت إلى المستشفى من المستشفى إلى المقبرة هي يعني حتى أذكر أن طبعا إحنا شيعة اللي صلى عليه خالد الشطي سني جارنا فكانت اللحمة الوطنية هذه اللي كانت يعني عززت مكانة الكويت مكانة شعب الكويت هذه العادات والتقاليد لازم إحنا ما ما نتركها إلى يومنا هذا الوحدة الوطنية ما كو شيء سن الغزو ما فرق بين المذاهب طبعا شاف أن هذا كويتي وشاف هذا وشاف الأمر أن زعزعة الطائفية يمكن في ذاك الوقت يمكن ما كانت وإلا بعد تالي يعني بعد ما صارت رجعنا العزة طبعا رجعنا البيت سوينا عزة ثلاثة أيام طبعا ثلاثة أيام أصدقاء الأهالي ربع اللي كانوا معا اللي كانوا مثلا اللي مولودين الخبر طلع حتى في الإمارات ذكرت أن الجريدة بيان ذكرت أن كل عملية كل الشخص كويتي كان على طول يبلغون بره الكويت وكان الناس الأهالي ينطرون الحكومة الكويتي كانت تذكر الأسماء هذه تدرج عندهم قعدنا ثلاثة أيام عزة كنا في رعب صراحة خبنا على السيارات كانت تيج أن الأمر عندنا مثل العزة الطبيعي في الأجوار الطبيعية فكانوا العراقيين موجودين دار ما دارنا يحسون يشوفون شنو رد الفعل من أي شي يصير في أي حادث يصير عندنا أو رد فعل من الأهل الميت أو من أصدقاء الميت فظلينا ثلاثة أيام العزة الصبح وعصر كان لما خلص العزة وعلى طول طبعاً رحنا مشينا ورحنا منطقة بيان أنا زرت جميع أهالي الشهداء وأنا اللي أبلغتهم شخصياً استشهاد أبناهم ورأيت ولمست وعرفت أن هذه الفئات كلها كيف كانت تفتخر بالأحرى مؤمنة يعني العطاء لهذا البلد ووجدت يعني القبر الجماعي اللي وجدناه في السماوة وفي الرمادي وفي كربلاء وفي العمارة كان العظام الكويتية كان فيها عظم أنا آسف أن أقول الأساني ما بأقول التصنيفات لأني ما أحبه كان عظم هذه الفئة مع هذه الفئة مع هذه الفئة متراكمين فوق بعضهم وإحنا جبناهم وكانوا قد قتلوا وأعدموا في لحظة واحدة فبالتالي هم شركاء في الدم شركاء في المصير شركاء في المقاومة شركاء في الترحية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الشعب الكويتي يعني ينفرز وإحنا جميع الأسرة واحدة متداخلين متناسبين وبإن شاء الله تحتق يعني هذه القيادة الحكيمة التي يعني شغلها الشاغل أن يعني لا تمس الوحدة الوطنية الغزو عندما اجتاح الكويت كان يزعم أن أهل الكويت هو من استدعاه وطلب منه ذلك لرفع المظلومية عنه لكن لم يجد من يؤيد زعمه لم يجد في الكويت من يؤيد تلك المزاعم الباطلة المقاومة في الداخل وعلى الأرض والتفاف والتفاف مختلف أطياف المجتمع في الخارج حول القيادة واجتماعهم في الطائف ثم تنقل الوفود الشعبية من بلد إلى آخر لشرح الموقف الشعبي الكويتي فضح هذه المزاعم مزاعم العدوان الصدامي الغاشم والتناغم بين الموقف الداخل والخارج أثار تعاطف الناس مع مظلومية الشعب الكويتي في مختلف أنحاء العالم وسهل مهمة قوات التحالف للقيام بالتصدي المباشر لهذا العدوان فإذا لا يمكن أن نفصل المقاومة الميدانية على الأرض عن بقية الجهود فبالتأكيد كان لها دور مهم ولكن أيضا بقية الجهود كانت مكملة وأيضا أساسية أينما يمر التتار يخلف الخراب إنهم أشبه بالجراد الذي لا يغادر حتى يترك الأرض بل قعا لم تطأ أقدامهم جزءا من أرض الكويت إلا وتركته قاعا صفصفا ولم تفرق بين كويتي وكويتي في جرائمها حيث كانت الهوية الكويتية فيصلا في الضرر وكل من كان يعشق الكويت دفع ثمنا لعشقه لم تدم صدمة الكويتيين طويلا حتى استفاقوا على نداء الوطن الذي بكى بين يدي أبنائه وشكي بعد طول أنينة هي أيام برزت فيها الوطنية بأبهى صورها وبرز المواطن الحق كما يتوقع أن يكون فمن يحتضن الوطن سوى أبنائه فزع الكويتيون سريعا ليقولوا للكويت الحبيب لبيك وحملوا أرواحهم على راحتهم ليرموا بها في مهاور الردى فلا حياة بلا كرامة ولا كرامة دون الكويت وقد كانوا عند حسن ظن وطنهم بهم فسالت الدماء الطاهرة على ثر الوطن الطاهر لتقبل الأرض ويرتوي الوطن من معينها فيعود حرا وتعود الحياة إلى قلبه الكبير فينبض حبا كما كان دوما بعد أن عاد أبنائه إلى دفعه وعطفه من جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة